النوع الثاني من أنواع الفعل المزيد هو الفعل المزيد بحرفين وتكون الزيادة بزيادة حرف حرفي الهمزة والنون أو الهمزة والتاء أو التاء والألف أو التاء والتضعيف نجد هنا في كلمة انكسرة هنا نتحدث عن همزة الوصل همزة الوصل زائد النون ونجدها في بداية الكلمة في بداية كلمة انكسرة الأصل الثلاثي من كلمة انكسرة هو كسرة أما كلمة انهزمة نجد هنا زيادة الهمزة والنون في بداية الكلمة والأصل الثلاثي منها كلمة هزمة أما بالنسبة لزيادة الهمزة والتاء نجدها مثلا في كلمة اجتمع نلاحظ وجود الهمزة في بداية الكلمة وهي هنا أيضا همزة الوصل والتاء في الوسط اجتمع الأصل الثلاثي من كلمة اجتمع هو جمع وكلمة استمع نجد الهمزة في بداية الكلمة والتاء في وسط الكلمة والأصل الثلاثي لكلمة استمع سمع أما بزيادة التاء والألف نلاحظ وجود التاء في بداية الكلمة والألف في وسط الكلمة مثل كلمة تفاهم تفاهم الأصل الثلاثي لهذه الكلمة هو فهم أما كلمة تسارع نجد حروف ازديادة التاء في أول الكلمة والألف في وسط الكلمة كلمة تسارع الأصل الثلاثي لها سرعة أما بالنسبة لزيادة التاء والتضعيف التاء والتضعيف التضعيف بمعنى زيادة الشدة وقلنا أن الشدة تكون على الحرف القبل الأخير كلمة تكسر نجدها في كلمة تكسر التاء موجودة في بداية الكلمة السين نجد عليها التضعيف تكسر الأصل الثلاثي لكلمة تكسر كسر كلمة تعلم الأصل الثلاثي من كلمة تعلم علم نجد حروف الزيادة التاء في أول الكلمة والتضعيف على حرف القبل الأخير سأقول لك معلومة عزيز الطالب أي فعل بعد إعادته للفعل الماضي وتجريده يبدأ إن كان يبدأ بحرف التاء فهو فعل مزيد بحرفين إما مزيد بتاء وألف أو مزيد بالتاء والتضعيف بهذا نكون انتهينا من الفعل المزيد بحرفين وسننتقل إلى النوع الثالث من الفعل المزيد وهو الفعل المزيد بثلاث حروف الفعل المزيد بثلاث حروف نحن تحدثنا أن المجرد الثلاثي يكون في الأصل عدد الأحرف ثلاثة أحرف وعندما يكون الفعل المزيد بثلاثة أحرف يكون عدد الأحرف الكلي هو ستة أحرف أحرف الزيادة في الفعل المزيد بثلاثة أحرف هما الهمزة والسين والتاء نجدها في كلمة استغفر الألف أو الهمزة السين التاء استغفر تكون بهذا الشكل استغفر الأصل الثلاثي منها غفر كلمة استخرج الأصل الثلاثي منها خرج كلمة استخدم والأصل الثلاثي منها خدم عندما نقوم بعد الأحرف نجدها ستة أحرف 1 2 3 4 5 6 هما ستة أحرف أقصى عدد لحروف الفعل في اللغة العربية هم ستة أحرف لا يمكن أن يأتي فعل أكثر من ستة أحرف بهذا نستنتج أن الفعل المزيد بثلاثة أحرف يكون عدد حروف الكلمة ستة أحرف أما الفعل المزيد بحرفين يكون عدد أحرف الكلمة خمسة أحرف لو نأتي لكلمة استمع 1 2 3 4 5 هم خمسة أحرف أما بالنسبة للفعل المزيد بحرف تكون عدد أحرف الكلمة أربعة أحرف 1 2 3 4 هم أربعة أحرف بهذا نكون انتهينا من الفعل المزيد والفعل المجرد كامل هذا كل ما يتعلق بقاعدة الفعل المجرد والفعل المزيد أتمنى أن تكون سهلة والآن سأطرح عليكم بعض الأسئلة السؤال الأول ما هو الفعل المجرد وما هو الفعل المزيد الفعل المجرد هو الذي ما كان جميع حروفه أصلية ولا يمكن الاستغناء على أي حرف من الفعل المزيد هو الفعل المزيد على حروفه الأصلية حرف أو حرفين أو ثلاث أحرف السؤال الثاني ترى بماذا يمكن أن نشبه الفعل المجرد والمزيد بحرف والمزيد بحرفين والمزيد بثلاث حروف تخيل أنه عندك ضيوف الضيف الأول طلب منك كوبا من الشاي دون سكر وهو الفعل المجرد دون أي حرف من أحرف الزيادة الضيف الثاني طلب منك كوبا من الشاي بملعقة واحدة من السكر وهو الفعل المزيد بحرف واحد من أحرف الزيادة والضيف الثالث طلب منك كوبا من الشاي بملعقتين سكر وهو الفعل المزيد بحرفين والضيف الأخير طلب منك كوبا من الشاي بثلاث ملاعق من السكر وهو الفعل المزيد بثلاثة حروف كما يمكننا أن نضع السكر على الشاي يمكننا أن نضعه على الفعل بحرف أو بحرفين أو بثلاثة حروف أو لا نضع الشاي وهو الفعل المجرد كما نضع السكر على الشاي نضع حروف الزيادة على الفعل إما بحرف أو حرفين أو ثلاثة حروف أو لا نضع شيء فيكون فعل مجرد الضيف الأول طلب كوب من الشاي بدون سكر وهو الفعل المجرد والضيف الثاني طلب كوب من الشاي بملعقة واحدة من السكر أما الضيف الثالث طلب كوب من الشاي بملعقتين سكر وهو الفعل المزيد بحرفين والضيف الأخير طلب كوب من الشاي بثلاث ملاعق سكر وهو الفعل المزيد بثلاثة حروف السؤال الثالث ميز المجرد من المزيد في الكلمات الآتية الكلمة الأولى وهي انتصر وهي فعل مزيد من حرفي الأول الهمزة والثاني التاء لأن أصل الكلمة نصرة والكلمة الثانية وهي يكتبون وهي من الأفعال الخمسة عندما نحذف الحرف المضارعة وهو الياء وعندما نحذف الضمائر الو والنور وتصبح الكلمة كتبة فإنها فعل مجرد استمع وفعل مزيد بحرفين هما الهمزة والثاء لأن أصلي الكلمة هو سمعة وبذلك يكون حرفي السين هو حرف أصلي وعدد أحرف كلمة استمع هو خمسة حروب والآن ننتقل إلى الفعل يتسلمون قلت بحذف الفعل الماضي منه هو تسلم قلت بحذف حرفياء المضارعة وضمير الو والنور وعدت كتابة الفعل للفعل الماضي ولكن انتبه يا صديقي لا نهذف جميل الأحرف فقط أحرف المضارعة والضمائر وبذلك يصبح الفعل تسلم مزيد بحرفين هما التى والتضعي انتصر فعل مزيد الأصل الثلاثي منه نصر مزيد بحرفين هما الهمزة في بداية الكلمة والثاء في وسط الكلمة كلمات يكتبون عند تجريد الكلمة من أحرف المضارعة والضمائر تصبح كلمة كتبة كتبة فعل مجرد مكون من ثلاثة حروف كلمة استمع جاءت في بداية الكلمة همزة سين تاء لكنها فعل مزيد بحرفين فقط لأن الأصل الثلاثي من هذه الكلمة هو سمعة وجاءت هنا فعل مزيد بحرفين هما الهمزة والتاء فقط لأن الثلاثي حرف أصلي في الكلمة أما كلمة يتسلمون فعل مزيد أقوم بحثف ياء المضارعة وأقوم بحثف الضمائر نجد أن الكلمة أصبحت تسلمة تسلمة نجد أن أحرف الزيادة التاء في بداية الكلمة والتضعيف على الحرف قبل الأخير إذن هنا الفعل مزيد بحرفين هما التاء والتضعيف أما الأصل الثلاثي من هذه الكلمة هو سلمة أحسنتم يا أصدقائي وشكرا جزيل الشكر لكم والآن سأرفق لك سؤال لتختبر نفسك ومدى فهمك لهذه القاعدة في نهاية هذا الفيديو السؤال يقول ميز المجرد من المزيد في الكلمات الآتية سأطلب منك أن تختبر نفسك في هذا السؤال مع نهاية هذا الفيديو بهذا يا أصدقائي نكون انتهينا من الأفعال وسننتقل إلى الجزء الثاني من درسنا لهذا اليوم وهو الأسماء الاسم من حيث التجريد والزيادة ينقسم إلى قسمين الاسم المجرد والاسم المزيد والاسم المجرد هو الاسم الخالي وصوله من أحرف الزيادة لا يمكن الاستغناء عن أي حرف موجود في هذه الكلمة له ثلاثة أنواع النوع الأول المجرد الثلاثي مثل كلمة رجل قمر أسد أما النوع الثاني المجرد الرباعي مثل كلمة درهم جعفر أما النوع الثالث هو المجرد الخماسي مثل كلمة لقمان فرزق وهكذا انتبه يا عزيزي هناك أسماء لا يوجد لها أصل في الفعل الثلاثي مثل شمس قمر رجل مكونة من ثلاثة أحرف لا يوجد لها أصل في الفعل الثلاثي أما إذا كان الإسم له أصل في الفعل الثلاثي فيرد إلى أصله مثل كلمة معلم الأصل الثلاثي لها علمة كلمة مجالس الأصل الثلاثي منها جلسة أما الإسم المزيد تكون الثلاثي بزيادة أحد أحرف كلمة سألتمونيها كلمة سألتمونيها هي كلمة تجتمع فيها أحرف الثلاثي وقد تحدثنا سابقا أن الزيادة تكون الهدف منها يكون إعطاء معاني جديدة للكلمة نجد كلمة مثلا كلمة تكريم تكريم الأصل الثلاثي منها كرمة كلمة مرتفع الأصل الثلاثي منها رفعة كلمة عالم الأصل الثلاثي منها علمة كلمة معلومات أيضا الأصل الثلاثي منها أيضا علمة وكلمة محاسن نجد الأصل الثلاثي منها حسنة أصل الكلمة يكون غالبا ثلاثي وفي بعض الأوقات يكون رباعي لكن الهدف من الزيادة هو إعطاء معاني جديدة لهذه الكلمات سننتقل الآن يا أصدقائي لحل التدريبات صفحة سبعين وصفحة واحد وسبعين أصدقائي لحل التدريبات صفحة سبعين وصفحة سبعين وصفحة سبعين